السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بسر محمد مختار معلم اول لغة انجليزية اعزائي طلاب الصف الثاني الاعدادي يونت 2 لسن سيكس في الورك بوك في كتاب التدريبات بيتج ايتي فور صفحة اربعة وتمانين هنا اقرأ وضع علامات الترقيم يعني الحروف الكابتل اللي هغيرها يعني الكمز الفصلة اللي هحطها يعني الفول ستوب النقطة اللي هحطها في الجمل العلامة للسفهام المطلوبة تعالوا كده نقرأ مع بعض طبعا هنا شباب ماي عشان بداية الجملة الام تكون كابتل دينا اسم طبعا لانسان يبقى دي كابتل اي انا اي ام ايجيبشن انا مصرية يبقى اي كابتل هي انا الضمير انا طبعا في اي مكان في الجملة كابتل ايجيبشن جنسية يبقى الاي كابتل بط ولكن حط قبلها كومة امي من انجلترا انجلترا طبعا بلد يبقى الاي هتكون كابتل بعدين فول ستوب بنهي الجملة اي ليف ويذ ماي بيرانس انا بعيش مع والدية هحط الاي كابتل اللي هي انا بين بيرانس وماي برادر هحط كومة وبين برادر وماي سيستر هحط كومة برضو لان دي قائمة عندي بحط كومة يبقى بيعيش مع والده واخوه واخته او اخوها واختها وابدادهم اللي هو الجران بيرانس وبعدين فول ستوب هو دو يو ليف ويذ مع مين بتعيش الدابلي هتكون كابتل لان دي بداية جملة جديدة وكويسشن مارك علامة استفهام بعد ويذ رايت سون اكتبي بسرعة الدابلي كابتل وفول ستوب في الاخر فروم دينا طبعا الاف كابتل ودينا ادي كابتل وفول ستوب في الاخر اقرأ البريد الالكتروني من تامر لطارق صحح الاخطاء طيب تعالوا كده واحنا بنسمع هنحل مع بعض يا شباب عندنا فيه اخطاء كده وهنحل الاخطاء مع بعض اشتركوا في الاندارات اكتبي باتم تاجزهم هنحل لطارق احبواني موسفقى احبواني من حصل ان ننشئ الاندارات احبواني من المغرب فهم اتصال باشتراو احبواني من المغرب فهم الزهر احبواني منهم همه موسفقى احبواني من حصل احبواني من ست꾸� their بحضاني دو مغرب احبواني من العقاب ترجمة نانسي قنقر